يولد هذا الطفل اليمني بجسده الهزيل في هذا العام ليجد نفسه مع ملايين الأطفال مطوقا بالموت الذي يخيم شبحه على كافة أشكال الحياة في البلاد سنة 2020 ستكون أسوأ سني جوع في اليمن هكذا جاء عنوان تقريرا مطول لصحيفة الانديبندد البريطانية بيّنت فيه أن هناك عدة أسباب وراء ذلك التهديد القاتل أبرزها الحرب المشتعلة منذ أكثر من خمس سنوات والفيضانات وموجة الجراد الصحراوي وأخيرا الأمراض ووباء كورونا وقبل وصول الجائحة إلى البلاد التي مزقتها الحرب وانتهاكات ميليشيا الحوثي فقد كان أكثر من نصف السكان أي نحو 15 مليون شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الغذائية الإنسانية للبقاء على قيد الحياة إلا أن عدد هؤلاء بحسب تقرير الصحيفة البريطانية سيبلغ أرقاما قياسية جديدة في بلاد تقع في عين عاصفة من الصدمات الاقتصادية والصحية والصراعات التي تؤجج نيرانها إيران عبر وكلائها في المنطقة وبحلول نهاية العام تخشى الأمم المتحدة من أن نحو مليونين ونصف المليون طفل في اليمن سيدفعنا إلى حافة المجاعة بسبب الحرب والنقص غير المسبوق في المساعدات الأممية التي باتت تتلاشى بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وبعد فشل حملة التمويل دقت المنظمات الأممية ناقوس الخطر عقب جمعها 18% فقط من الأموال اللازمة لمواصلة تجريل برامجها هذا العام لتضطر بعد ذلك إلى الإعلان عن إغلاق العديد من برامجها الحيوية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم على الإطلاق برنامج الأغدية العالمي بدوره أكد أن الوضع في اليمن يزداد تعقيدا ولا يوجد شيء يسمح له بوقف حال البلاد المزري ليبقى بذلك اليمنيون محاصرين بين نار الجوع والأوبئة وجحيم حرب تستمد وقودها من إيران ترجمة نانسي قنقر